موسيقى الأمراض الوراثية اللي موجودة عندنا في المنطقة إلها خصوصيتها خاصة يعني ففي أكثر من 300 مرض وراثي تم تشخيصة هني عندنا في دولة الإمارات If you look at the statistics for prevalence of birth defects within the United Arab Emirates it's actually number 5 in the world so roughly about 75 or 76 children out of 1000 are born with birth defects دكتورة غزالي من فوق 25 سنة وهي تعالج الأمراض الوراثية في دولة الإمارات في فترة يعني القليل جدا عند كانت تخصص الأمراض الوراثية في المنطقة نفسها أو في العالم ككل أساسا She is one of the first or even the first clinical geneticist in the United Arab Emirates and she was a winner of several awards including the L'Oreal UNESCO Award for Women in Science which is a very prestigious award given to five women scientists worldwide دكتورة لحاظ الغزالي اليوم تعتبر مرجع لأي شخص يبي يتكلم ولا يكتب ولا يسوي بحث عن الأمراض الوراثية في دولة الإمارات سواء من خلال أوراق العلمية اللي نشرتها في المجلات العالمية أو من خلال مبادراتها اللي على المستوى المحلي أكثر الأبحاث العلمية للأمراض الوراثية اللي طلعت من الشرق الأوسط كانت بفضل دكتورة لحاظ الغزالي وكتشافنا الكثير من الأمراض اللي موجودة عندنا إياها في المنطقة وأسباب هاي الأمراض والجينات المسببة لهالأمراض هاي كلها إنفاق there are two genetic conditions that are named after دكتورة لحاظ الغزالي because she was the first clinician well-droid to report them اكتشاف الدكتورة لهالمرض مش أضاف للمنطقة نفسها بس أضاف للعالم كلها فأطباء في مختلف دول العالم عرفوا بهالمرض نفسها وعرفوا كيف أعراضها وبالتالي يتم تشخيصها المرض She managed to get diagnosis for those children affected by those diseases and that's for those families it's a basic relief it's an important information دكتورة اللي حاظ أثرها وتأثير شغلها اللي قدمتها اليوم والبارحة بيمتد على كل أجيال دولة الإمارات الأمن الصحي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي وأمن صحة أي مجتمع يعتمل بشكل أول وأخير على البعد الجيني والوقاية من الأمراض المراثية اللي موجودة عندنا يعني أتمنى أن يكون عندنا مثل أمثال دكتورة الغزالي في المنطقة نفسها لأن مع إبحاثها وعلومها أضافت للعلم في المنطقة لأن دائما التطور وتقدم أي دولة يكون عن طريق البحث العلمي وهذه الدكتورة الغزالي كانت تسعى لطولها السنوات الأخيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر